ولكن خليونا نقول أسوان مختلف عن بداية الدوري ما بنتكلمش هنا في الكابتن أيمان الرمادي والكابتن ربيع عسين إطلاقاً لأن كابتن ربيع عسين مدرب من المدربين الكبار قوي يعني الواحد يعني بيفتخر أن المدربين دي مدربين مصريين وموجودين عندنا هنا ولكن الظروف بتبقى غير الظروف الأحوال بتبقى غير الأحوال الظروف ما خدمتش الكابتن ربيع الفرقة لسه ملمومة لسه بيقول يا هادي الفرقة لازم تاخد وقت مع بعض علشان تبتدي يبقى فيه انسجام جي الكابتن أيمان اشتغل بعد كده بعد الكابتن ربيع كان ابتدى الانسجام يتحط أكيد كان فيه بعض النواقص اشتغل عليها الكابتن أيمان الرمادي ولكن لا أسوان فرقة تانية خالص غير اللي بدأوا به الدوري طبعاً دي عدد المباريات اللي لعيبها الكابتن أيمان الرمادي مع أسوان لعيب قال أربع ماتشاط فاز في اتنين متعدلش وخسر في اتنين سجل ست أهداف واستقبل ست أهداف طب خلونا نتكلم حتى بنقول كسب ماتشين وخسر ماتشين طيب يعني أسوان قدر أنه يكسب سموحة في اسكندرية قدر أنه هو يكسب فارقه خسر من فيوتشار اتنين واحد وخسر النهاردة من سيراميكا كليوباترا تلاتة اتنين نتائج تبدو منطقية مع أن حضرتك برضو حط في الحسبان أن هزيمة أسوان من فيوتشار كانت بضربة جزاء كانت في الديئة تلاتة وتسعين من اللقاء ويمكن أنا فاكر ساعتها حتى نادي أسوان كان يعترض وقالوا مش ضربة جزاء وحاجات كده بس مش ده موضوعي أنا قصد أن موضوعي كان أن أسوان خسر الماتشين اللي خسرهم من فيوتشار في الديئة تلاتة وتسعين من ركلة جزاء وإنه يخسر برضو في الوقت الضايع من سيراميكا بعد ما كان خسران وقدر أنه يرجع للمباراة حضرتك كل حاجة في المباراة النهاردة رغم فوز سيراميكا كل حاجة في صالح أسوان هتلاقي التزديدات لصالح أسوان هتلاقي الاستحواز لصالح أسوان هتلاقي العرضيات لصالح أسوان ولكن خبرات كابتن أحمد سامي هي اللي قدرت أن هي تخلصت تلاتة بونت النهاردة لسيراميكا كيلوبات أحمد سامي مدرب كبير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر